اشتركوا في القناة الفيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في المقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انتي تتشاغم من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطيه الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انتي ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي ديسلايك بتسب علي وبكومنت وبتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفيتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعديها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدك اثنين يريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاضي يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق فيه اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذا الموضوع فيه اشخاص بقولك بلها المقدمة مقدمتك طويلي زهقتنا ادخل في الموضوع يا اخي فيه اشخاص موجودين بتعلموا فيه اشخاص بهمهم المقدمة فيه اشخاص بتسمع المقدمة فيه اشخاص بتسمع الفيديو من اوله لاخره ما بقدر انا ارضي ذوقك انت او اسلوبك انت او الاشي اللي برضيك انت وارفض الباقيين فعشان هيك انا بعطي حقي في الفيديو هذا او في التسجيل عشان أرض الجميع فأنت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك أنت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك أما أنك أنت بدك تغير أو أغير على هواك لا اكتب رأيك بتعليق أنت والله أنا شفت فيه ناس كثير تفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه أو أي كلام حطت عليه بدهم الأسلوب هذا أنا أتبعه على رأيي الأكثرية أنا بأخذ ماشي عشان نكون متفقين من البداية أنت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك أسلوبي وحسيت أني أنا دفش أو فض بالكلام أو كثير كلام أو هاد عادي يكتب لي في تعليق تحت وأنا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن إذا فيها شتايم ومسبات وهاد لا راح أستقبل كلامك بأسلوب بليغ في كلامك بلكوا كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد هاي خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف إيش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الأسبوع أو العشر أيام اللي أنا راح أحكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على أكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بيكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بيكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بيكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بيكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبي جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت مدوم بايشي مهم او ضروري او شراء اشياء مهمة بالنسبة لالك او عقد او زواج او توقيع لخطوبة او زفاف او اشياء مهمة كلها لانها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الاشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون او الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة او الخلو المسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو اربع وعشرين الشهر راح يبدأ من الساعة احداعش وسبع دقائق بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت او خمسة وعشرين سبعة تمام الساعة او وحدة وثلاثة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيج يعني صباحا اما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين سبعة وعشرين الشهر بيبدأ من الساعة واحدة وثمان دقائق فجرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة اربعة وحدة عشر دقيقة بتوقيت جرينيج اما بالنسبة لخلو المسار الثالث رح يكون يوم الاربعاء التسعة وعشرين الشهر بيبدأ من ساعات الصباح الساعة اربعة ودقيقة بتوقيت جرينيج وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة 7 و 24 دقيقة بتوقيت جرينج طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من آخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو ساعة 12 و 7 دقائق يعني أول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 12 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش رح تأثر علينا بالفترة القادمة او رح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا برج العذراء طبعا بالنسبة لبرج العذراء معروف انه حكينا في توقاعات اليومية انه الشمس الان وصلت للأسد وبما انها وصلت للأسد يعني انتوا دخلتوا الان على فترة صعبة شوي دائما كل سنة بنفس الموعد هذا معروف انه والدخول الشمس على الأسد يعني فترة ضغط عليكم لانه هذا بيت متاعبكم بضغطكم نفسيا بيجيب تقلبات صحية بيعطل بعض المشاريع بيجيب بعض المفاجآت ممكن تتعطل أمور حتى لو انوعدتوا فيها وحسيت انها هي بدت خلص وصلت لبين ايديك ممكن تتعطل في آخر لحظة ممكن تنتهي علاقة مع بعض الأصدقاء وبرضو التقلبات الصحية اللي بتصير بالفترة هاي بتكون واضحة طبعا كل هاي الأمور راح تظل مستمروا معنا طيلة الفترة القادمة لشهر كامل لغاية ما يوصل الشمس لعندكم ويجي يعيد ميلاد كل شخص فيكم فبتتحسن أموره بشكل إيجابي أما بالنسبة للعطارد فبما أنه هو في بيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات والمعارف والأصدقاء وبعزز من نشاطاتك الاجتماعية أو من علاقاتك ومساعدة بعض الأصدقاء لإلك بالفترة هاي أما بالنسبة للزهرة طبعا بما أنها موجودة في البيت العاشر فهي بتدعمك على مستوى العمل وعلاقاتك بالعمل تعاون زملائك معك رؤسائك بالعمل بيدعموك في كثير من المسائل اللي إلها علاقة في مكان عملك ممكن تعزز سمعتك برضو وفي أشخاص منكو ممكن يصل لبعض الأمور إنه ينشهر بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فهو هنا شوي الضغط بتصير على الأمور المالية المشتركة يعني الأموال اللي ما بتعود لك فممكن تخسر بعض الفلوس أو يصير تراكم ديون عليك أو يصير مشاكل مع بنك أو ضريبة أو تأمين أو أمور إلها علاقة بالنصابين ينصب عليك أو يحتالوا عليك أو تنسرق سرقا مثلا أو ضياع بعض مقتنياتك أما بالنسبة لبرج الجدي طبعا بما أنه عندك نبتون عفوا عندك بلوتو وعندك المشتري وعندك زحل والثلاثة بيتراجعوا هدولا في بيتك الخامس بيت العاطفة فأكثر الضغطات بتصير عليك أمور عاطفية وهي أمور مشاكل مع الحبيب أو خسارة حبيب أو انقطاع علاقة مع حبيب أو مشاكل ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة أو قلق على أحدهم أما بالنسبة للنبتون طبعا موجود في البيت السابع لإلك وهو بيت الشراك المالي والعاطفية فهو بيضغط عليك وعلى علاقتك ما بينك وبين الشركاء وخصوصا ما بين الأزواج شوي بيسوي نوع من أنواع التوتر والغيرة والشك وبدخل بعض المسائل في راسك بيخلي الوسواس يشتغل يعني ممكن يختلق بعض المشاكل أو يخليك تختلق بعض المشاكل الوهمية أو تعيش أجواء شوي تكون صعبة يتأثر عليك وعلى الشريك بالفترة هاي أما بالنسبة لأورانوس أورانوس موجود عندك في البيت التاسع فهو اللي بيعمل تقلبات على مستوى العلاقات مع أشخاص خارج البلاد أو أشخاص أجانب أو مؤسسات تعليمية أو أوراق قانونية أو معاملات قانونية يعني أما بتكون الأمور إيجابية 100% وبتدعمك بقوة بتكون لصالحك يا إما الأمور بتصير معاكسة إلك تماما في كل الأمور اللي إحنا ذكرناها على مستوى الدراسة والامتحانات يعني بيحدث مفاجآت ودائما أورانوس مفاجآت ويا إيجابية يا سلبية فعشانك بدك تكون حذر دائما تكون أنت جاهز بأوراقك القانونية بدراستك بتعليمك بتكون جاهزية عالية بتقديم الامتحانات أو المقابلات أو المناقشات وبرضو بالمقابل دك تكون جاهز أثناء تعاملك مع أشخاص خارج البلاد من أي مشاكل وبرضو من سفر اضطراري أو تعطيل سفر بشكل اضطراري أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر موجود عندكم بالعذراء فعشانك شوي رح يخفف عليكم الفترة هاي فترة هاي التوقعات أنه لما بيكون موجود القمر بدعمك في أمور جيدة بتنشطه أو بتشعره بثقة كبيرة بالنفس قدرة على سيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة بتطرح أفكار جديدة وبتجتهد في إنجاح مشروع جديد الحماسة واضحة والأفكار بتكون واضحة من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود في الميزان فبتصير فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل أو يحصل على هدية أو جائزة أهم إش أنك ما بتتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما بتبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الأربعاء القمر بصير موجود بالعقرب بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات فترة مناسبة للخروج بنزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي برؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم ممكن يطلق حملة ترويج أو يسمع خبر صار من صباح يوم الأربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس بوزعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشكلة شخصية أهم مش إنك ما تتهرب من المسؤوليات اتجاه العائلة إلى أجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر وصل للجدي فعلشان هيك بالفترة هاي بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة للنشاط أو نشاطات فنية أو إشيء لعلاقة بهوايتك هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة شوي متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب الأمور فترة بناءة وإيجابية بقوة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة